السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي متابعين قناة اي بي زون ايديكيشن جانال اليوم اعزائي نكمل حلقة السابقة حق الازرة نموذج عمل نموذج وعمل ازرار له نروح على البرنامج طب عند الحلقة سوينا نموذج وازرار حفظه جديد والتالي والسابق وحاذف في الحلقة السابقة اللي ما شاهده يقدر يخش على الفيديو الرابط اسفل فيديو في حص الرابط الحلقة السابقة كيف تعمل نموذج وكيف تضيف لازرة حفظه جديد والتالي والسابق والحاذف نجينا ننسغ نبي ننسغ لازرة نروح على تنسيق تغيير الشكل طبعا في اشكال مستطيل مستطيل ومستدير وبيضاوي هذا حلو البيضاوي بيضاوي تسوي بيضاوي حلو طبعا تقدر تكبرهم شوي تبللهم كلهم وتكبرهم بحيث انهم يستوون كلهم كبرهم واحد طيب بعدين تبعدهم شوي تضغط على الحازب بالسهم يسار شوي تبعده اللي بعده كذلك السهم اللي بعده كذلك السهم والجديد تضغط عليه وبالسهم تبعده شوي شكله حلو طيب هذا لو نبلون ثاني لانه مسئولي يعني حاز تدري شوي تخلي مميز عشان الواحد المستخدم نفسي انتبه له نخليه احمر طيب نقدر تضلهم ثاني بعد ونروح على التنسيق تأثيرات الاشكال تواهج تقدر تجربهم دول كلهم شوي اللي يصلح لك تواهج حلو لمسات حلوة نجرب حاز فالحين نجرب حاز حفظ طبعا هم مثل ما قلت لك هم كم واحد سبعة هم سبعة التالي تالي رقم ثلاثة رقم اربعة لو بغل نحذف عبدالله باغر مثلا وطبعا موجود هنا عبدالله باغر نتأكد بس منه هذا عبدالله باغر رقم ثلاثة نروح على السجل نحذف عبدالله خليه عبدالله باغر حذف هل تريد نعم صاره ستة بدال السابعة ستة ولو رحنا على السجل سجل للطالب الجدول الاساسي نحذف رقم ثلاثة نعم 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 لو قلنا جديد بيعطيك جديد على طول سابر سابر في طريقة ثانية لانشاء جدوال طبعا الجدوال الثاني ما يحتاج تحط تحط المعاشرة على اي واحد مش زي النموذج هذا النموذج هذا لازم تحط على الجدوال عشان سوي لك نموذج ثاني اي اي مكان لو معالج النموذج لانك بتختار هنا بتختار الجدوال سجل للطالب تضيف لحقول اللي تبغاها بعدين التالي نختار عمودي سما لك اختار لك اسمه وسجل للطالب وان لو بغيت تغيرها او تقول لانها طبعا لك نموذج اقدر اضيف نموذج ثاني معالج النموذج نفسه اضفه كلهم تالي ضابط مثلا تالي انها اضاف لجدوال ثاني اخر طبعا ترتب تضاط على يمين وترتبهم كيفية الترتيب وكيف تضيف ازره في رابط اسفل فيديو حق حلقة سابقة تشوف كيف ترتب جدول النموذج وكيف تضيف لازره هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة